اشتركوا في القناة من الشراكات والاشتماعات شكرا مغادرة الثافرة الفرنسية كان منتظرا شدنا وذلك بعد الفتور الدبلوماسي بين الرباط وباريس بسبب قضية الثحراء تحديدا رحيل الثافرة لوغال يأتي ايضا في دل اذمة التأشيرات بين البلدين وهو الملف الذي اخفقت فيه بشكل كبير والثائل اعلام متفرقة كانت قد نشرت ان هيلان لوغال كلفت بمهمة دبلوماسية جديدة من قبل قصر الالذي حيث ستكون مسؤولة عن الدائرة الاوروبية لشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبية الى جانب جوزيب بوريلا والى اليابان حيث جددت توكيو التأكيد على انها لا تعترف بمرتزقة تندوف معكدة على انها حريثة على تطوير علاقاتها مع المغرب واكد رئيس الوزراء اليابانية فوميو كيشيدا بطوكيو خلال محادثات مع رئيس الحكومة عزيز اخ النوش التأكيد على موقف بلاده التي لا تعترف بهذا الكينة وعبر رئيس الوزراء الياباني عن رغبة في مشاركة المغرب الشريكة المهمة في جميع الاشتماعات التي تنظمها اليابان وتنصيق العمل بين البلدين على مستوى المؤسسات والمنتدايات الدولية كما اكد كيشيدا على العلاقات الممتازة التي تربط العائلة الملكية المغربية والعائلة الامبراطورية اليابانية منوها بالدور المهم الذي يطلع به جلالة الملك محمد الثالث لحفظ السلم والامن في العالم وكانت اليابان قد أكدت خلال قمم الشراكة السابقة التي عقدت مع دول القارة الافريقية على موقفها الرافد لمشاركة عصابة البوليثاريو في هذه القممة وفي القمة الافريقية اليابانية التي انعقدت مؤخرا في تونس فضحت موقف الرئيس التونس قيس سعيد بعد استدعاءه لزعيم عصابة تندوف في خرق لترتيبات المعمول بها عند عقد هذه القممة حيث أكدت اليابان في مذكرة بعثتها إلى المفاوضية الافريقية بأن خطاب الدعوة لحضور مؤتمر توكيو الدولي الثامن لتنمية الافريقية التكاة 8 المواقع بالاشتراك بين كيشيدا فوميو رئيس وزراء اليابان وقيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية هو الدعوة الوحيدة والحقيقية التي بدونها لن يسمح لأي وفد بالمشاركة في التكاة 8 وشددت على أنها لم ترسل من جانبها أي دعوة إلى البوليثاريو لحضور هذه القمة قرر الوفد المغربي المشارك في مخيم العدالة المناخية المنعقد بنابلة تونسية الانتحاب نهائيا من الملتقى وتقديم الجهات المنظمة لاعتدار الرسمية للوفد المغربي وذكر بيان للوفد المغربي بأن انسحاب المشاركين المغاربة في مخيم العدالة المناخية خلال الفترة الممتدة ما بين الخامس والعشرين والثلاثين شتنبر الجارية جاء بعدما لاحظوا وجود بعض العناصر التابعة لعصبة البوليثاريو الإرهابية مندسين ضمن المشاركين بإثم منظمة إسبانية تحمل إثم نوفاكتا وحاول عددا من المحثوبين على عصبة البوليثاريو التشويش على مخيم العدالة المناخية وحاولوا تنظيم ورشة تحت عنوان تغير المناخ تحت الاحتلال الغسل الأخضر على هامش الملتقى ولما لهذا الموضوع من حساسية قصوة تمثل وحدة ترابية للمملكة إذ تنكر المشاركون المغاربة برمجة تنظيم هذه الورشة ضمن برنامج اليوم التلتاء وقاطعوا جميع أنشطة المخيمة الشيء الذي اضطر بالجهة المنظمة لإلغاء هذه الورشة من البرنامج وقال المشاركون المغاربة في هذا الملتقى العالمي الذي يضم 65 دولة من خمس قارات وحوالي 400 مشاركة ومشاركة إننا لن نسمح لأي كان بأن يتطاول بأي شكل من الأشكال على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية وعبر المشاركون المغاربة عن رفضهم لكل مساث بقضية الصحراء المغربية التي تشكل بالنسبة لنا أولوية وطنية مجددين تشبتهم بتوابط الوطن وتواصل علاقة البلدين جرى تبعات الأزمة السياسية إذ ما زالت العلاقات الدبلوماسية مقروعتنا حيث كانت الريباط قد استدعت سفيرها للتشاورة وهو نفس الأمر قامت به تونس ولا زال السفيران لم يعودا إلى منصبيهما ما يعني أن البلدين لم يتوصلا إلى حلنا للخلاف الدبلوماسية وتعود أسباب الأزمة الدبلوماسية بل المغرب وتونس على خلفية استقبال رئيس الأخيرة لزعيم عصابة البوليسر الإرهابية إبراهيم غالي نهاية غشة الماضية وفق تقرير لصحيفة لومود الفرنسية إلى إحكام الجزائر سيطرتها على تونس التي هي على وشك الإفلاس المالية وتوقعت أن تطول هذه الأزمة بسبب عدم استعداد المغرب للاستسلام بسهولة وصفة هذا التصعيد بالغير المسبوق والجديد على التوازنات الاستراتيجية لمنطقة مغربية أضعف استقرارها بالفعل بسبب التصدع الجزائرية المغربية التأريخ لتفجر العلاقات التونسية المغربية بشكل رسمي وتبادل البلاغات والبلاغات المضادة بين البلدين بدت مع إرهاثات الأزمة المنتدة لأكثر من سنتين وبالتحديد أن الثناء التي استفحلت فيه الأزمة الاقتصادية في تونس وبدأت القيادة الجديدة تنظر لمحاور علاقاتها الخارجية كجواب عن الأزمة السياسية والاقتصادية الداخلية قبل نحو شهر ونيف من انطلاق القيمة العربية المنتظر أن تحتضنها الأراضي الجزائرية بداية شهر ونبر القادم اشتمعت 17 دولة عربية بمقر الجامعة من أجل توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية وهو الاشتماع الذي كان من المتير للانتباه أن المغرب حضره وقدم طلبنه لمناقشة بعض المصطلحات الأمر الذي يشير إلى إمكانية اعتماد عبارات موحدة تهم قضية الصحراء في ظل احتضان الجزائر لميليشيات عثابة البوليساريو وجرى افتتاح وشغال الندوة الحادية والستين للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية بمقر الأمنة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة وذلك بحضور 17 دولة عدوانة وقال قطع الشؤون العربية والأمن القومية عبر الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربية التابع لها إنه تلقى 11 دراسة من الدول الأعضاء من بينها مراثلة من المغرب وأخرى من الجزائر وأوردت الإدارة أن الدول التي قدمت دراسات في هذا الشأن هي الأردن والإمارات العربية المتحدة وتونس والجيبوتي والسودان والعراق والكويت وليبيا ومثر إلى جانب المغرب والجزائر وذلك لمناقشة تلك الاقتراحات والخروج بمصطلحات ومفاهيم موحدة ومحدثة وإضافتها إلى المعجمة الصادرة سنة 2007 ليتم في نهاية الاجتماع تعميمها على الدول الأعضاء بغرض استخدامها من طرف الجيوش العربية وتوزيعها على الكليات والمعاهد العسكرية ويمثل هذا الأمر مثالة حساسة بالنسبة للعديد من الدول التي لديها نزاعات حدودية أو التي تعاني من الميول الانفصالية ومن نشاط الميليشيات المسلحة الأمر الذي ينسحب على منطقة الصحراء المغربية علما أن الموقف الرسمي لجمعة الدول العربية ينص على احترام الوحدة الترابية لجمع الدول الأعضاء الأمر الذي لازل قيد النقاش في الجزائر كونه معاكسا لموقفه الداعم لعثابة البوليثاريو الإرهابية ويأتي ذلك في الوقت الذي عادت فيه منذ 13 نوانبر 2020 التدخلات الميدانية للقوات المسلحة الملكية في الصحراء حين قام بطرد عناصر البوليثاريو الذين كانوا يقطعون الطريق البرية الرابطة بين المملكة وموريتانيا قبل أن يوجه عدة ضرابات إلى ميليشيات المسلحة التي تثللت إلى المنطقة العازلة والتي حاولت الاقتراب من الجدار الأمنية انطلاقا من الحدود الجزائرية